بدء زمن الصوم عن الانتخاب والجلسة تنتج رئيساً من رماد لازم يصير في تعديل في النصوص الدستورية قبيل ذكرى الحريري صيدة كيف؟ اسأل روحك كنا عم نجاوب على هذا السؤال بناية جنبلات التي اختفت ليست أثارية المقاومة الفلسطينية بطعم الزول سوداني صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد الأولى بعد الرابعة والثلاثين جلسة هالكة لاقت حتفها بضربة غياب قاتلة للنصاب على أن يتمدد هذا الوضع إلى الثاني من آذار موعد الجلسة المقبلة ثمانية وخمسون نائباً حضروا للتمريك والتصريح وأبداء المواقف وهم يدركون أن اللعبة الديمقراطية تجيز لهم كل أنواع طأ الحنك السياسي وتظهر النواب الحاضرين على صورة النواب الملتزمين وغيرهم ممن قاطع يصبح معطلاً فاتكاً بالبلد ورئيسه لكن الحقيقة هي غير ذلك كله والروايات السياسية تحكي قصة تعطيل بالتكافل والتضامن بين كل الأفريقاء ولا أحد منزها والانتشال الجلسات من الرهن النيابي وجعل الحضور إلزامياً كان اقتراح الوزير بطرس حرب الذي أعلن أنه يحضر اقتراح تعديل دستوري ينص على حضور النواب الجلسات كافة وإلا يعتبر النائب المتغيب مستقيلاً حكماً لكن حكمة الشيخ بطرس الدستورية أول من ستطير الشيخ سعد وبمفعول رجعي وليس على المستوى النيابي فحسب بل سيعتبر الحرير مستقيلاً حكماً من البلد وناسه تمهى لأشيخ الدستوريين فاقتراحك يردي زعيم المستقبل وينزع عنه وعن بعض نوابه الصفة النيابية أما عن التعديل الثاني المتعلق باستمرار الرئيس على الكرسي إلى حين انتخاب رئيس آخر فإنه كفيل بيجعل منطقة بعبدة محتلة بعد أن يصبح رئيسها مختلاً جالساً في جمهورية أبدية والهلواسات النيابية لا تنضب في ساحة برلمان يتسلى نوابه بنا فيقدمون اقتراحات هي أقرب إلى التجلي كبدعة النائب دوري شامعون بوضع دفتر شروط لرئيس الجمهورية كي لا ننتخب أياً كان وربما يضيف عليها إخضاع الرئيس لامتحان مجلس الخدمة المدنية أو إمراره في كولوكيوم سياسي يضمن تأهله إلى أول طريق الحزمي تمهيداً لوصوله إلى نهايات قصر بعد نائب جاء ليقترح وأخذ ليشتم كعبارة فشر وأخرون توزعوا بين المنبر النيابي ومنابر الشاشات التليفزيونية ليعلنوا أن المعطلة هو السيد حسن نصر الله أو المرشد الأعلى للبنان كما سماه النائب أحمد فتفت لكن إذا كان نواب المستقبل قد أصيبوا بالتهابات النيابية لا يعالجون منها إلا بالانتخاب فلماذا لم يحضر زعيمهم الجلسة؟ لماذا لم يتدحرش سعد على وجه الانتخاب من الرياض إلى ساحة النجم ليدعم مرشحه؟ وقبل هذا السؤال نعود إلى الأصل لماذا لم ينطق الحريري حتى اليوم باسم سليمان فرنجي مرشحاً؟ نحن نعلم والناس تعلم والله أيضاً يعلم أن زعيم المستقبل يريد هذا الرجل لذلك الكرسي وربما انتابه الخجل من مساحيي لبنان بأن يعلن زعيم سني اسم مرشحهم الماروني وقد يكون الحريري قد فاتح فرنجي بأن بادر أنت إلى الترشح ثم أدعمك بمواقفي لكن لتاريخه لم تحصل لهذه ولا تلك إذ لم يقدم الحريري على ترشيح فرنجي ولم يدعم الترشيح لدى أعلانه فما الحكمة من ورائها؟ وكيف ارتضى فرنجي بهذا الوضع الذي سيسمح للحريري يوماً ما بأن ينكر إقدامه على أي تبني فللمستقبل وقبل التهم الآخرين وعلى الطريقة الصيدوية اسأل روحك إذن جلسة انتخاب الرئيس كسابقاتها لا نصاب وتأجيل للثاني من آذار حتى ترشيح المستقبل لسليمان فرنجي والقوات لميشيل عون لا تأتي برئيس في لبنان عندها على اللبنانيين أن يسألوا من هو الناخب الفعلي في هذا المجلس 58 نائباً حضروا إلى مجلس النواب كتلة التنمية والتحرير بكامل عديدها سبعة مستقلون وثمانية وثلاثون نائباً من الرابع عشر آذار كل الكتل تستهدر بهذه الجلسات ولا أحد يعلم لماذا تستمر مهزلتها مرشحان أساسيان لا يحضران جلسة انتخابهما وآخر ما كان ينقصه إلا النائب بدر والنوس ليحتفل به بشكل كوميدي في القاعة العامة ولكن طبعاً تبقى التصريحات الإعلامية هدف كل هذه الشكليات التي سبقت وهذه نظرية أنه ما فيه انتخابات ما زال فيه أكثر مرشح هذه نظرية مرفوضة منها وهذه تسقط مجنزة لبنان بأنه هو الدولة الوحيدة في العالم العربي اللي هو دولة ديموتراطية لازم يسير التعديل في النصوص الدستورية التي ترعى هذا الأمر طرح النائب بطرس حرب تعديل الدستور لمنع النواب من الغيابي عن أكثر من ثلاث جلسات طبعاً تعديل الدستور بحاجة إلى نصاب انتخاب الرئيس عينه إذن يبقى الاقتراح لوجه الله النائب سامي الجميل غاضب من قوى الرابع عشر من أذار هذا هو المؤسف مش بس جايين ينتخبوا مرشحين مش موجودين بالجلسة بالقاعة إنما جايين ينتخبوا على رئاسة الجمهورية أشخاص بدون يكونوا مؤتمانين على الدستور وعلى الديمقراطية وهن رافضين يمارسوا الديمقراطية ويحترموا الدستور الرئيس وال السنيورة غاضب بدوره ولكن من فريق الثامن من أذار أحيان وفن الحوضية كذلك أيضاً الحزب الله بأنهم مسؤولين عما والمرد من شخص والمرد من ما أعطى من ما أعطى هو مسؤول عما قصد إليه الأمور بعدهم القوات اللبنانية يعلمون أنه في الـ 2016 معاد هناك من رابع عشر ولا ثامن وقت البيجي النائب الفرنجي وبيقول أنا ما بنزل على الجلسة وهذا يلي حصل إلا إذا حزب الله نزل وحزب الله ما رح ينزل لأنه مرشح العماد عون وبدو يضمن وصوله وبالتالي في دور لازم حزب الله يعمله مع النائب الفرنجي لحتى نتوصل إلى انتخاب الرئيس الخطوة الثانية الضرورية تتعلق بالتفاهم بين حزب بين المرشح العماد ميشيل عون وطيار المستقبل والمكونات تبع 14 أدار ومنهم حزب الكتائب لأنه تفاهم العماد عون مع طيار المستقبل هن خطوة ضرورية من شان انجاح وإجراء الانتخابات الرئيسية لأنه البلد وهلأ رح أحكي بالوضع المالي البلد ما بقى يتحمل حُددت الجلسة المقبلة رقم 36 في الثاني من آذار المقبل علّى وعسى قبل حلول موعد الجلسة تلتفت دولة خارجية بنا وتنتقي لنا رئيس جدغسون قناة الجديد وزير التربية لياس أبو صعب يؤكد أن الغيابة عن جلسات انتخاب رئيس مرده إلى غياب التوافق المحلي والإقليمي ويؤكد في مقابلة مع الجديد أن الحكومة قادرة على تسيير شؤون العباد والبلاد ضمن الأطر التي جرى التوافق عليها بدليل حصول تعينات الأمنية بعد تجاذبات طويلة إن لم يكن هناك من رهان على إجراء الانتخابات الرئاسية في هذه الجلسة إلا أن الرهانة على أن الجلسة الثامن من شباط ستحرج العماد بشلعون بعد تبني ترشيحه من القوات اللبنانية وتأكيد حزب الله أنه المرشح الأول وأن هذا الإحراج سيكون لجهة الاستمرار في مقاطعة هذه الجلسات إذا بدك نضحك عقول اللبنانيين فينا نقللهم يلا بننزل كلنا سوا على المجلس النيابي واللي بيطلع بيطلع واللي بيسقط يسقط والكل اللي بيعرف أنه لا التعينات الأمنية بتصير هيك ولا رئاسة الجمهورية بتصير بهالشكل كل عمره يكون فيه تفاهم واتفاق مسبق لأنه لبنان مركب بشكل بدك توافق من معظم الأفريقاء الأساسية لتفوت على انتخابات الرئاسة الجمهورية إنما بعتقد بعد فيه شئ إقليمي بالموضوع عالق لحد ما هيدا الموضوع ينحل منشوف مزيدات وكلام بالإعلام بس هيدا آخر شيء ما بينتخب رئيس جمهورية في أفريقا كتير بتقرأ بالمشاكل الإقليمية قبل ما تلاقي الحل بالداخل اللبناني بس فينا نقول أنه مية بالمية الانتخابات بتصير بناء على شأن داخل اللبناني الكل كان عم بيقول منتمنى نوصل على هيدا الشيء ونحن من الجماعة اللي بيتمنوا نوصل على هيدا يعني برأيك لا انتخاب للرئيس قبل التسوية الإقليمية أو اتضاح الصورة الإقليمية المقبلة؟ أنا برأي ما في انتخاب للرئيس قبل ما تتوضح الصورة الإقليمية وعم ينشغل عليها وعم بتقرب أكتر وأكتر وعم بيصير في تفاهم إقليمي أكتر وأكتر لضرورة عزل المشكلة اللبنانية عن المشاكل الإقليمية الموجودة بالمنطقة إلى حين نوج التسوية الإقليمية وتبيان معالمها فإن الأنظار متجهة نحو الانتخابات البلدية لعل وعسى أن تعوض بعض النقص الانتخابي إذا لم ينتخب رئيس الجمهورية وما صار في انتخابات للبلدية يعني وين صار الفراغ بالدولة اللبنانية؟ حتى المخاتير بتبطل المخاتير أبسط معاملات المواطنين ما بقودنا على كيف بدأت ندار معناتها فيتين على شلل تام للحكومة للدولة اللبنانية بتأمل أن تكون حلة الأمور يمكن أنا شعوري بقول أن الانتخابات البلدية بتصير خاصة متأكد أنها بتصير عندما ينتخب رئيس الجمهورية ومع ديمومة الشغور الرئاسي والأعطال التشريعية فإن الحكومة باقية إنما بشروط إذا حدا قرر يرجع يختزل الحكومة بشخصه ويأخذ قرارات بمعزل عن التفاهم اللي صار بهيدة الإلية بيكون هو اللي أخذ قرار أن الحكومة توقف عن العمل بس نحن نتأمل أنه لا الضل تشتغل ويرى أبو صعب أنه كما جرى التفاهم على التعيينات الأمنية يمكن الاستمرار بالتفاهم داخل مجلس الوزراء دون الإنجرار إلى مواضيع استفزازية باسل العريضي قناة الجديد النائب عمار حوري يتهم وزير الخارجية جبران باسيل بالخروج عن نص البيان الوزري ومقررات إعلان بعبدة والوزير الياس أبو صعب يرد بأن الموقف جاء منسجما مع المصلحة الوطنية استجالات السياسية وتابعة قرار وزارة الخارجية النائب النفس والخروج عن الإجماع العربي في جلسة وزراء الخارجية العرب في القاهرة تتوالى فصولا على الرغم من التوضيحات اللبنانية التي صدرت والتي نقلت إلى السفرات السعودية لدى لبنان في 19 آذار 2014 البيان الوزاري يقول وذلك احتراماً وتنفيذاً لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب يعني بدءاً من آذار 2006 من هون مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدة يعني مقررات إعلان بعبدة هي جزء من البيان الوزاري صار في نقاش طويل عريض بالحكومة على ذكر إعلان بعبدة وآخر شي نفي أكد لك أنه البيان الوزاري ما نص كلمة إعلان بعبدة من بعد خلاف ساعات وساعات من النقاش استبدلنا كلمة إعلان بعبدة بكلام عام على موضوع طاولتي الحوار بمجلس النواب وببعبدة دون أن نتبنى نص يعني بالنص يجي كلمة إعلان بعبدة لأنه كان في خلاف بين الأفريقاء نحن بغض النظر عن هذا الموضوع نحن مع التضامن العربي إلى أقصى الحدود وعم نطالب بهذا الموضوع ولا بل منطالب سعادة النائب يحكي مع وزراء اللي موجودين بالحكومة ليساعدونا أنه ناخد قرار جديد اليوم للحكومة تاخد موقف أنه يكون في تضامن إلى أقصى الحدود والالتزام بمثاق جامعة الدول العربية اللي بتمنع التدخل بشؤون الدول العربية لأي بلد في مؤتمر القاهرة الوزير بسيل لم يكن صادقا بنقل الصورة لرئيس الحكومة لأنه ما صدر من قرار لا وجود فيه لا لحزب الله ولا لغير حزب الله كمان بتمنى على سعادة النائب يقرأ البيانة الوزارية اللي طلع ويقرأ صفحة 2 المقطع الثاني السطر السابع بيشوف أنه فيه ذكر لحزب الله اللبناني بالبيانة الوزارية مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية جال بدوره على القيادات لإصدار موقف توضيحي إلا أن حسابات المصالح السياسية تتفوق على معدها الحكومة اليوم مطالبة بموقف اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أمانة في رقبة الحكومة وفي رقبة وزارة الخارجية اللبنانية وعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم يعني 650 ألف لبناني المهددين بدول مجلس التعاون مهددين من اللبنانيين أولا لأنه الإخوان بالدول العربية حريصين على اللبنانيين أكتر من ما اللبنانيين حريصين على بعضهم البعض بشان هيك أنا بتأمل أنه هذا الموضوع بدل ما نضل من كب زيت على النار فيه داخليا نشتغل سوا لحتى نعمل موقف صريح وواضح بالتضامن عربي لأبوسع الحدود يكون طالع من مجلس الوزراء وإن كان إعلان بعبدة لم يبقى منه سوى هذه اللافتة في القصر المهجور بعد طول تجاذبات وصلت إلى حد الدعوة إلى بله وشرب مائه فإن مخاوف تتصاعد من مواجهة أزمات اقتصادية لم يشهدها لبنان من قبل ما يستدعي تحرك السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة تابعاتها لسيما أن الشغور الرئاسي مفتوح لأشهر طوال باسل العريدي قناة الجديد أفاد مراسلنا في البقاع أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قبيل منتصف الليل غارات وهمية فوق منطقة بعلبك والسلسلة الشرقية على علو منخفض وألقى بالونات حرارية فوق المنطقة صيدا كيف سؤال طرح على رسم للرئيس الشهيد رفيق الحريري وأجاب عنه المواطن اللبناني عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتحول إلى وانتد التفاصيل في هذا التقرير لألين حلاق صيدا كيف عظم على عظم يا ست اسأل روحك اسأل قلبك الأخ الأكبر الشهيد في كل مكان تعبير كتبها الزميل علي خليفة تعليقا على لفتات وزعت في صيدا وعليها رسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسؤال صيدا كيف اللي صار بالضبط هو أنه كل سنة تقريبا بهذه الفترة بيصير فيه مثل حملة إعلامية بترافق ذكرى اختيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري بكل سنة وبكل الفترة هذه العملية بتاخد كتير أخد ورد وصير عليها شواء إلى آخر السنة كانت الحملة ملفتة جدا لأنه فيها سؤال عم تسأل صيدا كيف فالعالم بشكل طبيعي وأنا من ضمنه ممكننا عم نجيوب على هذا السؤال وعلى هذه اللافتات أجاب المواطنون عن السؤال ست شهر مش عبدين طب صيدا كيف أربعين ألف عاطل عن العمل وسرعان منتشرت بين شبان وشبات فكتبوا بدورهم على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ردا على السؤال وتنوعت الإجابات بين أي أول تاني كده صيدا كيف عميتك مسخرة ومش فار أمان وترجمة الكتابات واقع حال المواطن اللبناني ليس في صيدا فحسب وإنما في كل المناطق اللبنانية ومنهم من كتب صيدا يا شيخ تتحمل أعباء سوليدير وعم تبكي عينيها على صرخة معروف فكانت النتيجة أن تحول علي خليفي إلى مطلوب من قبل قوى الأمن التي دهمت منزله في الغازية بتهمة تشويه صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري كنا يعني الصور عم نصورها نحنا من قلب صيدا وعم نكتب عليه عم نعمل لقدت على التليفون يعني على إذا حدا عنده ألم أو ما عنده ألم فيه عمل له فيه عفتشف وعبين تبتزبات يعني من الأشياء اللي أنا كتبتها أنه مرتاحة منك وهذا شعوري أنا كلمة كومة ماشي بصيدا كتبت من أين لك هذا ومش عم بسأله شخصيا يعني عم بسأل كل سنة بيعمل نفس الحملة الإعلامية وبتكلف ملايين الدولارات على هاك حملات أنه من مبارع عشي وصلني خبر أنه فيه جهاز معين عم بيفتش عليك جهاز أمني عم بيفتش عليك بشكل رسمي ما تبلغت غير اليوم بيجوا لعندي على البيت وحسب ما فهمت يعني من الوالدي أنه معهم أمر أنه يا يقبضوا علي ففاتوا فتشوا البات الوالدي بتقول أنه كانوا مهزبين وأوادم وكل شي بس هي الفكرة أنه لا يبدو يصدر أصلا هاك أمر بالبحث والتحرع عن شخص كتب شيء على فيسبوك أخذت عطل بكرة سمحولي بالتفيق أنه عطل بكرة فأنه بكرة رح روح على التحقيق ما حدث خلق تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي هي أسئلة وأجوبة مشروعة تغلف يوميات المواطن اللبناني ولا يجد مساحة من الحرية للتعبير عنها إلا عبر الفيسبوك فيصبح بين ليلة وضحاها وانطد إلى حين كشف الملابسات بحثا عن المبنى التراثي الذي كشف النائب وليد جملاط أنه دمر تقرير راشال كرم تغريدة لزعيم المختارة حول ابن صنفه هو بالأثري في منطقة ماريليس لمصيدبي هزت المعنيين بعلم الأثار في وزارة الثقافة وبلدية بيروت ومحافظها بعدما شك الوزير جملاط أن هدم التراث أو ما تبقى على قدم وساق مضيفا بالأمس اختفت بناية من تراث بيروت على تقاطع شارع ماريليس وشارع عبدالقادر الجزائري في ليلة ما فيها دو أمر وطبعا بحماية مباركة من الأمن الداخلي ويقال بحسب جملاط أن أصحاب الأياد البيت في هذه الجريمة هم جهاد العرب وشركاؤه على ذمة الراوي إنها ذاكرتنا نمحيها وإلى من نشكو وزارة الثقافة أم بلدية بيروت أم التنظيم المدني مصحة كبيرة امتعاد جملاط تحول لدى الإعلام إلى مادة للتقصيم فتوجهنا إلى موقع الهدم في شارع ماريليس في بيروت فكان واضحا أن الجرافات أنهت عملها وأن الحجر الذي قال جملاط إنه أثري تبعثر على أرض تنتظر أن يعاد تشيد ناطحة سحاب جديدة عليها بنيتين عقارين شو استطل قدم وإجيناس أخدوهم شروهم وهدوهم رديا عملوا شي صندر أو شي لمين هي كانت؟ كانت واحدة لنصولي وهديك الكريمي العزيوي هلأ ماتوا الكبار والأولاد باعوا لمين باعتي؟ لعرب جهاد العرب مفتكر وساس الغاز العريدي مفروض تكونوا هيك هيك السماعية من ألكم هي أثرية ولا كيف؟ الأثرية لأن الخام أديمي فوق 70 سنة عمرهم هولي بس كان فيه مثلا من بلاكات مكتوب علي بيت تراثي كانوا حطين هناك عزيوي حي تراثي بس على البنيتين مش حطين بيزيوي لا 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 على البنيت لا جنبلات تساءل إلى من نشكو إلى البلدية أم إلى التنظيم المدني أم إلى وزارة الثقافة ليتبين أن البلدية ومحافظ بيروت ليس إلا منفذين لقرار وزارة الثقافة التي عليها أن تعين المكان فتسمح بالهدم أو لا تسمح لذلك كان لابد من معينة الأوراق الرسمية الصادرة بحق هذا المبنى وهنا برقية من وزارة الثقافة تعود إلى كانون الأول عام 2014 تؤكد أن البناء القائم على العقار 1986 يعود إلى أربعينيات أو خمسينيات القرن الماضي وهو اسمنتي وقد جرت عليه أعمال تأهيل حديثة في التسعينيات مع إضافة بعض العناصر المعمرية الحجرية المشغولة ما أعطاه طبيعه الحليم وعليه تبدي وزارة الثقافة المدرية العامة للأثار الموافقة على هدم البناء في منطقة لمصيدب العقارية هذا عام 2014 إنما ورداً على تغريدة جنبلات عادت وزارة الثقافة وأصدرت بياناً أكدت فيه ما ذكرته في برقية عام 2014 مضيحة أن هذا المبنى لا يتمتع بالطابع التراثي الذي يقتضي حمايته والحفاظ عليه وزارة الثقافة قالت كلمتها فتم هدم المبنى غير الأثري لصالح الاستثمار لمصلحة جهاد العرب أما جنبلات فلا يزال يبدي تأثره بالحجر مخالفة بناء لاتحاد بلديات الشقيف النبطي والقوى الأمنية في الجنوب تكيل بميكيالين تحقيق هذه الأمين هذه الخيمة المهدمة على الأرض هي للسيد محمد درويش من بلدة زوتر الغربية هدمتها القوى الأمنية لأنها مخالفة للقانون وغير مرخصة القانون الذي طبق على درويش لم تطبقه القوى الأمنية على اتحاد بلديات الشقيف النبطي إذ يقوم الاتحاد ببناء طابق لجمعية النسائية من دون استحصاله على التراخيص من المراجع المختصة والمفارقة أن القوى الأمنية أوقفت أعمال البناء لتعاود وتسمح باستكمالها بعد أسبوع خلافا للقانون يستند الاتحاد ولتغطية مخالفته الفاضحة للقانون على تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2003 لكن غفل الاتحاد أن هذا التعميم لا يشمل البلديات واتحاد البلديات التعميم بحد ذاته ما بيقدر يخالف الأنون ولا بيقدر يعدل الأنون هذا التعميم طلع بال2004 كمان تعديلات أساسية على أنون البناء وصدر مراسيم تطبيقية بال2005 وهي دي كلها بتأكد أنه ما بتقدر أي إدارة ما تستحصل على ترخيص تأجيل الترخيص محصور ببعض الإدارات العامة حسب النص وبالمدارس ولا يشمل البلديات واتحادات البلديات بالنص يعني الاجتناد على هذا التعميم؟ في غير محله كمان في مسؤولية على رئيس البلدي بأنه هو اللي عم يعطي ترخيص التزيم هو باللي عم بيفضو على غيره حاولنا الاتصال برئيس الاتحاد محمد جابر من دون جدوى ولكن ما التبعيات القانونية لهذه المخالفة وعلى ماذا ينص قانون البناء؟ المبدأ المكرس في المادة الأولى من قانون البناء هو مبدأ الزمية الرخصة للجميع أي أنه لا يكون لأي أحد سواء كان أشخاص عاديين أو مؤسسات أو شركات أو قطاع عام إدارات رسمية أو بلديات أو غيرها أن تباشر أي عمل من أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص من المراجع المختص لابد من التوضيح أولا بأن دور القضاء يأتي في مرحلة لاحقة بعد ضبط المخالفة وتنظيم محضر ضبط فيها من قبل المرجع المختص وإحالة الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي للنظر بالمسألة هي مخالفة فاضحة يقوم بها اتحاد بلديات الشقيف النبطية ضاربا عرض الحائط بكل الاعتبارات القانونية والأخلاقية معتبرا نفسه فوق القانون هذا التقرير نضعه إخبارا برسم القضاء والنيابة العامة وبرسم رئيس الاتحاد محمد جابر علّه يعود إلى الأرض وإلى صقف القانون أسوة ببقية اللبنانيين أهلا بكم من جديد نقيب المحامين في بيروت يستنكر الاعتداء الأخير على أربعة محامين ويقول لن نقبل بلفلفة القضية في مؤتمر صحفي عقده نقيب المحامين أنطونيو الهاشم استنكارا للاعتداء الذي تعرض له أربعة محامين يوم الجمعة لفت الهاشم إلى أن وحش التفلت الأمني ضرب دربة جديدة فأصاب جسد المحامين وهذا مؤشر إضافي على أن الدولة تواجه خطر السقوط سقوط هيبة السلطة وسقوط الأمن والثقة وسقوط الهيكل فوق الجميع موضحا أن المحامين توقفوا الاثنين عن العمل ليخاطبوا دمير القضاء منتظرين منه موقفا حاسما لجميع ما يتعرض له الوطن لن نقبل بأن تتم لفلفة القضية ويخطئ من يظن أننا سنراعي مصلحة أو سنساير موقعا أو نخشى نفوزا سنسأل عن مدى تجرؤ المعتدين على المحامين ومن سهل مجيء المسلحين ومن يغطي تراخيص حمل السلاح ولماذا نقل المعتدي بسيارته الخاصة بدل أن يساق مخفورا بسيارة قوى الأمن ولماذا تقاعصت القوى الأمنية عن الحضور إلى موقع الجريمة قبل وقوعها علما بأنها تلقت من المحامين المعتدى عليهم اتصالا أو بالأحرى اتصالين يحذروا من وجود جو مشبوه يوحي بوقوع المحظور ونسأل لماذا لم يتم القبض على باقي المعتدين حتى الساعة يذكر أن أربعة محامين كانوا قد أصيبوا بجروح وكسور متفرقة في مبنى إنماء تاور في الرمل البيضى جراء الاعتداء عليهم بالضرب بعدما دعوا إلى اجتماع مالكي العقار بصفته مكلاء دفاع عن أصحاب شقق إلا أن أحد القاتلين في المبنى من آل الدامرجي استقدم مجموعة من الشباب المسلحين لضرب المحامين عند دخولهم المبنى والمحامون هم زاهر عزوري، زينب الحاج، رائد حمدان، وزينب دحبول نقابة عمال أوجيرو تنفذ إضراباً في كل المراكز وتهدد بالتصعيد في حال عدم إقرار سلفة رواتبهم احتجاجاً على عدم إقرار سلفة الرواتب في مجلس الوزراء عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال أوجيرو ووزارة الاتصالات مؤتمراً صحفياً طالب فيه مجلس الوزراء البت بقضية العمال مهدداً بالتصعيد ونطالب الرئيس تمام سلام والشيخ بطرس حرب أن يأخذال أمر على عاطقهما ويؤمنا الموافقة على السلفة المطلوبة قبل النظر بأي أمر آخر فهذا أمر روتيني لا يستوجب المناقشة ولا الجدل كذلك نطالب بإلحاح من كل من وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب ووزير المالية الأستاذ علي حسن خليل ومقام مجلس الوزراء أن يعاد العمل بما كان سائراً سابقاً أي تأمين الرواتب بواسطة مساهمة مالية ضمن الموازنة وبالتزامن مع المؤتمر السحفي توقف موظف أوجيرو عن العمل في كل المراكز في جميع المناطق اللبنانية من العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهراً وأقفلت أبواب إنجاز المعاملات ودفع الفواتير وغيرها من المعاملات الخاصة بالاتصالات أمام المواطنين الحاجة امتثال يعقوب والدة النائب السابق الموقوف حسن يعقوب على خطع تكاث الإمام المغيب موسى الصدر في هذا المسجد في منطقة رأس النبع اعتكف يوماً الإمام موسى الصدر رفضاً للمعارك المتنقلة في الحرب الأهلية في الغرفة نفسها وبعد 41 عاماً على اعتكاف الإمام و38 عاماً على تغييبه ورفيقيها الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين ثمت من ملأ الغرفة مجدداً منذ توقيف النائب السابق حسن يعقوب تعتكف وريدته زوجة الشيخ المغيب محمد يعقوب في الغرفة نفسها وفي الوقت الذي تستمر العائلة ومناصر يعقوب في خطواتهم التصعيدية للمطالبة بإطلاق صراحه لا تجد الحاجة امتثال سوى الصوم والصلاة والصبر والمعاتبة لكن العتاب والحزن يتحولان شيئاً فشيئاً إلى غضب غضب قد يدفعها إلى تسمية الأشياء بمسمياتها معتكفينها لنوصل صوتنا لحتى يفكروا فينا ويطلعوا فينا أنه عندنا قضية عادلة هذا المكان اعتصم فيه الإمام الصادر الله يوجهه بخير وكل المؤمنين والقوادي يجوا مشان يطالبوا بحقهون ورفع الحرمان عن الأمة فوقعنا نحنا بالحرمان زيادة وزيادة هلا بغيابه وقادتنا الشيعة صاحب الأمانة من صاحب الأمانة نحنا قضيتنا انطرنا 38 سنة بل كم نلاقي نتيجة يقولوننا سكتوا وسكتوا هذي قضية واحدة ضلينا معهون هن مشوا الخطوط من تحت تحت الطاولة وفوق الطاولة وقبضوا وعملوا وعمروا أسوروا وبنايات وشيس نحنا أثمينا بعلمولادنا وهجرنا من هالبلغ لما لقاين ما فيش نتيجة من هالحكام الظالم موت الأمل فينا ويقسونا بس نحنا مش لحنية هلا بدي ابني أنا هلا تانية لأنه عم بيطالب قضية وقضية حق وبتوقف بقضية مظلومة كرمان واحد مدري شو يعملين هونيكي نهبين الديني كله وزيري العادل نبيه بر يحكم الحملة الأمانة سيد هو العادل أنك كوني موجودة هون؟ ابني عرفانها بس مش قبله المريضة خايف علي بس أنا مش سائل يعني إذا هو ما بدي يكون جنبي شو حيتي بعد؟ يعني ربيته أنا لأشوفه حدي هو إخواته وكل الشباب إنت أمك ما بدي مش نطرتك النطرة بنطرة ترجع ع البيت بقول له الله يصبر قلبك وتعينك ع هالحكام الظالمي بس قد ما يطول الظلم الشمس بدأ تبين ويجهر الحق أو بنعيش أحران أو نموت في باطن الأرض أبرار شو بلنا لون؟ بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية الرافضة لاعتقال يعقوب من عائلته ومناصريه والمتضامنين معه تستعد العائلة للمزيد من التصعيد هو تصعيد لا يشبه اعتكاف الحاجة امتثال بل يشبه الشعار الذي رفعته من داخل غرفتها في المسجد إما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار أدم شمس الدين قناة الجديد وزير الأعلام رمز جريج يزور استوديوهات الإذاعة اللبنانية للمناسبة يوم الإذاعة العالمي قام وزير الأعلام رمز جريج بجولة في استوديوهات الإذاعة اللبنانية بمناسبة يوم الإذاعة العالمي بحسب اليونسكو والذي يصادف في الثالث عشر من شباط وسيحمل هذا اليوم عنوان دور الإذاعة في إدارة الأزمات والكوارث وجميع برامج الإذاعة اللبنانية ستكون مخصصة في هذا اليوم للتوعية في كافة المجالات بتمنى كمان للإذاعة لبنان المزيد من التألق هذه إذاعة عريقة عرفت عصر زهبي وكان يزيع فيها الشعر الكبير سعيد عقل وشعراء مروا عليها مثل عمر الزعني وكان فيه موزعين متألقين مثل شفيق جدائل وشريف أخوي ورياض جرارة وإلى آخره وشجعت الإنتاج المسرحي اللبناني كان شوشه في الإذاعة اللبنانية وغيره من الفنانين نحن عايشين ببلد لسوق الحظ كل مذهب سار عنده إذاعة وكل طائفي سار عنده إذاعة فمنشكر الله دائما أنه بقي إذاعة لبنان لكل لبنان هويتها اللبنانية عربية الهوى مضيفة محافظة على موقعها محافظة على مستمعيها وأنا شرف كبير لإلي يكون ابن البلد بالإذاعة ما بقي من عمري تظل أتواصل مع ولاد البلد إذاعة لبنانية هي إذاعة كل لبنان نحن مش همنا بإذاعة لبنان المنافسة مع أي إذاعة أخرى نحن همنا نكمل بهذه الإذاعة للسبب اللي من أجله أنشئت إذاعة لبنان هي لبناء المعرفة والمواطنة إذاعة لبنان يلي واكبت لبنانيين بكل أيامهم بأيامهم الحلوة وبأيامهم المرة واكبتهم من 75 سنة تقريبا عمر الإذاعة بعدها إلى جانبهم ما بتتركون أبدا ما بتتخلى عنهم وهن ما بتخلوا عنا مكانة محفوظ ببيوتهم وبقلوبهم يذكر أن الإذاعة الرسمية تعمل على استعادة دورها لتكون منبرا أيضا للشباب نجوة كرم تحرض الشعب اللبناني على ثورة وبين عون وفرنجي من ترشح للرئاسة تقرير شادي خليفة يلي بيتابعك على السوشيل ميديا كنت لفترة متحفزة عن أنك تعطي رأيك باللي عم بيصير بالبلد لحد ما أعلنتيها بكل صراحة وهي كأنك دعيت الشعب لثورة يعني كان واضح بأنه كان فيه تحريض من قبل نجوة كرم لأنه الشعب اللبناني ينطفض على اللي عم بيصير أنه مش من حق الشعب عيش ببيئة نظيفة مش من حق الشعب إذا عنده نواب ووزراء ينوبوا عنه بكل شي بيخدم مصالحه ليش لو ما بدي أحكي أنا مش مواطنة بني عيشي بالبلد شو نطرين يكلنا الدود نطرين يكلنا الطعون نطرين ينتشر الجرب شو نطرين الأمراض المستعصية شو بعد لازم نعمل يعني إذا كان بمطرح من مطارح إن كان ببلد معين لقينا أنه زبالي تجرى صارع كلمة كنا نستحي لأنه تهزيبنا وأخلاقياتنا بيمنعونا أنه نقول زبالي إذا كان كم بلد تجر بالزبالي عندهم نحنا نعمل نفس الشي يعني نشوف أي تجرى أصبطلة للزبالات معقولي كم وزير بيلبسوا كرافات نضاف ريحتهم طيبة يقدروا يطلعوا والانتخابات على البواب ولاش بدون تخبو مين بدون تخبو كرميل شو بيشغلونا فيهم شهر بيركعونا أربع سنين يلي صار مؤخراً المشهد يلي شفناه لقاءات الأقطاب المسيحيين السياسيين هل جعلك تتفائلة أو برأيك بأنه دايماً هذه الصورة تتكرر والوضع يبقى على حاله بالعكس لما بشوف خطوة إيجابية أنا بصلي لحتى الدوم وبصلي لأنه كل الأطراف تكون إيد وحدة وما أحلى بلدنا وما أحلى التعايش كيف بالأحرى هني من فرد طايفة ومش معناتها أنه إذا صارت هذه الخطوة بدنا نحط نرجع عصي بالدوليب هذه شغلة بتطمن المسيحيين بشكل خاص وليبنان بشكل عام بيميل قلبك لعند العماد مشالعون أكتر لعند سليمان فرنجية أكتر أنا بوجه كلمتي للتنين مع محبتي الكبير يقولون تنينهم وبقولون المشعير في حاله مش رح يقدر يخلصنا ما يحرق حاله ويطلع بترجي أنا لاعب البعض كنودي راسي أنا عقدتك حب دايق خريب ضرورة أهلا بكم من جديد للمرة الأولى منذ الهبة الفلسطينية شاب سوداني ينفذ عملية طعن ضد جندي إسرائيلي منذ تشرين الأول الماضي يكاد لا يمر يوم على الأراضي المحتلة من دون أن نسمع فيه بعملية طعن ضد مستوطنين إسرائيليين وبعدما تحولت العمليات إلى خبر شبه يومي فترى تفاعل الشارع العربي تجاه الهبة الفلسطينية لكن عملية المهاجر السوداني كامل حسن في عسقلان أمس شكلت منعطفا جديدا فهو أول شخص غير فلسطيني ينفذ عملية طعن فاتحا بذلك بابا جديدا على قوات الاحتلال الفدائي السوداني هو الهاشتاج الذي تداوله بكثافة آلاف المغردين للإشادة بالعملية البطولية فرأى بعضهم في العملية رسالة إلى الأمة العربية تحصها على الالتفات إلى فلسطين وإعادة البوصلة إلى مكانها الصحيح ورأى مغردون أنها ستشكل رعبا للإسرائيليين كما حدثا في أول أيام الهبة فيما قال آخرون إن العملية تؤكد أن النخوة العربية لم تمت استشهاد كامل أعاد إلى الشارع العربي تفاعله مع القضية الفلسطينية ولو على مواقع التواصل الاجتماعي فهل يلتفت الحكام؟ قالت وسائل أعلام تركية أن 33 مهاجرا قضوا في غرق قاربين على مقربة من السواحل التركية وهم في طريقهم إلى اليونان وذكرت وكالتال أنادول ودوغان للأنباء أن 22 شخصا قتلوا قرب شزيرة ديسبوس اليونانية فيما قضى 11 شخصا آخرين في حادث منفصل ناحية الجنوب على مقربة من بلدة ديكيلي التركية روسيا والبحرين تؤكدان عدم إسقاط الحكومات الشرعية في المنطقة والسلطات الروسية تقبد على خلية لتنظيم داعش في موسكو أكدت موسكو والمنامة تطابق موقف البلدين بخصوص مسائل أولوية في مقدمها محاربة الإرهاب بلا هوادة كما أكد وزير الخارجية سرغي لفروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني خالد بن أحمد الخليفة في أعقاب المحادثات التي جمعت الرئيس فلادمر بوتن بمالك البحرين حمد بن عيسى الخليفة في منتجع سوتي جنوبي روسيا وأشار لفروف إلى أنه من الأولويات كذلك تسوية النزاعات في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية وعدم السماح بخطوات تؤدي إلى تفكيك الدول وعدم إسقاط الحكومات الشرعية في المنطقة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ميدانياً قبضت السلطات الروسية على مجموعة من سبعة أشخاص ينتمون إلى تنظيم داعش كانت تخطط لهجمات في موسكو وسام بيترسبرغ بحسب ما أفادت وكالة أنترفاكس نقلاً عن جهاز الأمن الروسي وذكر جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه أوقف أعضاء الخلية المرتبطة بداعش في مدينة روسية وكان قائدهم قد وصل إلى روسيا قادماً من تركيا وعثر جهاز الأمن على مختبر لصنع المتفجرات وعلى أسلحة متنوعة بحوزة المجموعة مستغلاً الفراغ الأمنية في المناطق التي شهدت مواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية تنظيم القاعدة يوسع رقعته في جنوبي اليمن شهدت الساحة اليمنية تطورات أمنية خطرة في الساعات الماضية تمثلت في سيطرة تنظيم القاعدة على مقر الشرطة في زنجبار جنوبي اليمن بعد سيطرته على مدن عدة جنوبية على الطريق الساحلية بين المكلة مع قله في الجنوب الشرقي وزنجبار وانتشر بشكل كبير في بلدة الجعار القريبة وعين التنظيم توفيق بلعيدي شقيق جلال البلعيدي الذي قتل في غارة شنتها طائرة أمريكية من دون طيار الخميس أميراً على زنجبار في تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وبذلك وسع التنظيم انتشاره في المحافظات الجنوبية في اليمن وبات يسيطر رسمياً على مدن وبلدات عدة في محافظات لحج وحضرموت وأبيان وشبوة نفطية التي تفصل بين أبيان عن حضرموت مستفيداً من النزاع الدائر في اليمن بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي والحوثيين لتعزيز نفوذه جنوبية البلاد وعملياً بات التنظيم الذي يعرف بمناطق انتشاره باسم أنصار الشريعة يسيطر على مدينة زنجبار مركز محافظة أبيان التي تبعد عن عدن نحو 50 كيلو متراً وعلى بلدات عدة في أبيان أبرزها المحفد كانت من أهم معاقل التنظيم في السنوات الماضية وفي محافظة لحج شمالي عدن ينتشر مسلحو القاعدة في مدينة الحوطة مركز المحافظة الذي يبعد عن عدن نحو 20 كيلو متراً وتوسع التنظيم أخيراً في محافظة شبوة المحاذية لأبيان من الشرق وسيطر على مدينة عزان التي كانت أيضاً من معاقل التنظيم إضافة إلى سيطرة التنظيم على مدينة المكلة مركز محافظة حضرموت وإحدى أهم المدن اليمنية منذ نيسان العام الماضي ووفق مراقبين فإن المنطقة الواقعة بين بالحاف في شبوة وحتى أبيان المحاذية لعدن أصبحت مناطق آمنة للتنظيم سواء أعلن سيطرته فيها من خلال نشر نقاط تفتيش ورفع الرايات السود على الأبنية الحكومية في تلك المناطق أم لم يعلن ذلك وتعد هذه السيطرة غير مسبوقة في تاريخ التنظيم الذي لم يعد فقط ينتهج لغة العنف بل ينتهج أسليب سياسية جنباً إلى جنب مع العمليات الميدانية ويجري وساطات مع مسؤولين في السلطة المحلية ببعض المناطق مستفيداً من حضور داعش للظهور بمظهر الأقل عنفاً قادة العالم وزعمائه كيف تخلصوا من السجارة في هذا التحقيق لدارين دعبوس من من المدخنين لا يتذكر رجل الماربورو الشهير فلطالما ظهر راعي البقر هذا قوي البنية واثقاً بنفسه وهو يجعل سجارته ويمططي صهوة جواده إلا أن نهايات رجال هذا الأعلان كانت مأساوية في الحقيقة ثلاثة من مروجي سجائر هؤلاء قتلهم التدخين ديفيد ميلر توفي نتيجة انتفاخ في رئته وين مكلارن الذي كان يدخن علبة ونصف علبة في اليوم أطاحه سرطان الرئة وديفيد مكلين توفي بدوره من جراء سرطان في الرئة بعدما كان قد بدأ التدخين وهو في الثانية عشرة من العمر أكثر من مليار شخص في العالم بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية لعام 2005 يدخنون استجائر وينفثون سمومها في الهواء يدمرون صحتهم وصحة غيرهم في الوقت عينه غلبت عليهم استجارة فأصبحوا رهينة لها وفي مقابل ارتفاع عدد المدخنين ثمت من يرغب في الإقلاع عنها لكنه يجد صعوبة كبيرة في ذلك لأسباب إدمانية ونفسية واجتماعية فيقلعون غير مرة عن التدخين ثم يعودون إليها مشتاق يسعى إلى مشتاق إليكم تجارب رؤساء وزعماء في العالم أقلع عن التدخين نبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس باراك أوباما الذي أعلن الحرب على هذه العادة فانتصر وتقول شيكاغو تريبيون إن أوباما بدأ يدخن مثكان في الثامنة عشرة من العمر وفي فترة حملته الانتخابية قرر أوباما أن يفارق رفقته البيضاء لسيما أن التدخين غير مسموح به في البيت الأبيض قاومها بشدة على الرغم من ولاعه بها وحبه الكبير لها فوجد في العلكة ما يواسيه أو ينسيه فأخذ ينضغ بها كل ما عنت على باله ليونيد براجناف الزعيم السوفيتي الشهير الذي كانت لديه مشكلات في القلب والمصاب بالسكري وعاش آخر أيامه فاقدا للبصر كان مدمنا استجائر ويقف عاجزا أمامها فصنع له جهاز الاستخبارات الكيت جي بي علبة سجائر لا تفتح إلا مرة واحدة كل ساعة ليلتقط منها واحدة على أمل التخفيف ثم الإقلاع نهائيا شارل دوغول كان أكثر تشددا إذ أمر الرئيس الفرنسي نفسه بالتوقف عن التدخين عبر مرسوم رئاسي يحمل الطابع العسكري وكلف ألويته العسكرية مراقبة تنفيذ هذا القرار تعددت أسليب الإقلاع عن التدخين لكن الوسيلة الأفعل أبسط بكثير وهي امتلاك الإرادة دارين دعبوس قناة الجديد والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصديرة اليوم في بيروت التلاتة تسعة شباط 2016 ونبدأ مع النهار مهزلة النصاب المفقود تحاصر المعطلين أيضا زيادة الضرائب غب الطلب لن تمر غدا المعارضة في حلب بين فكي كماشا مناورات روسية مفاجئة تصبق رعب الشمال القوات العراقية تستعيد منطقة قرب الرمادي وتحجد في قاعدة تمهيدا لمعركة الموصل في عنوين السفير الحرير يخوض الانتخابات البلدية من بيروت معركة حلب لبنانية نعودة الانتحاريين مهتزاز الشمال الجيش السوري يقترب من الحدود التركية إسرائيل تسعى لاحتواء الهبة ثلاثون ألف تصريح عمل لفلسطينيين في الأخبار طهران لباريس الرئاسة شأن مسيحي سمسار بلدية بيروت في الأنوار تنفيذ إضراب شامل الخميس إذا أقرت الحكومة الزيادة على البنزين قيادة الجيش تكرم أطفال شهداء العسكريين قمة الحكومات ومتحف المستقبل في دبي عهل البحرين يتفقوا بوتن على أولويات مكافحة الإرهاب أما في الديار واشنطن انتخابات رئاسة لبنان بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجيش السوري يقترب من الحدود التركية ويستعد لاقتحام دارية المعارضة السورية وجودنا مهدد وليس مناطقنا فقط ننتقل إلى المستقبل وفيها واشنطن ترحب باستعداد السعودية لإرسال قوات وتركيا تقشى تدفق 600 ألف لاجة المحرقة الروسية تستعر في حلب أما في أبرز عنوين البناء اليمن يفضح الأكاذيب السعودية عن التقدم نحو الصنعاء وواشنطن تنصح بالتسوية أنقرة والرياض لتمرير صواريخ ضد الطائرات المسلحين بذريعة حرب داعش لا نصاب رئاسي ومساع لمقايضة تثبيت الدفاع المدني بزيادة سعر البنزين خامنئي أثناء تنتهج سياسة مستقلة في اللواء حزب الله يقبض على تعطيل عون رئيسا أو لا رئاسة طيران إسرائيلي ليلا بين جبيل والبقاع وتجاذب مالين قبي حول ضريبة البنزين النظام أمام الحدود التركية وثوار يواجهون معركة وجود في عنوين البلد بر يكرس تميزه الرئاسي وجرود عرسال إلى الواجهة انتقادات متبادلة بشأن سوريا والجيش يقترب من تركيا محادثات لإنهاء الصراع اليمني قريبا أما في عنوين الجمهورية كلمتا الحريري ونصر الله في دائرة الرصد الموارنة يعيدون بلا رئيس ننتقل إلى الحياة وعنوينها كاري والجبيري يبحثان في وقف كامل لإطلاق النار وملف اليمن ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين الأمم المتحدة تتهم الحكومة السورية بجرائم إبادة الكتائب يطالب عون وفرنجي بالانسحاب روسيا تفكك خلية تفجيرات لداعش ونختم مع الشرق الأوسط كاري يشكر خادم الحرمين على الرغبة في محاربة داعش بريا عسيري للشرق الأوسط نعد لرعد الشمال بمشاركة 21 دولة سعودية جاهزون للحرب البرية في سوريا البنك الدولي للشرق الأوسط مراقبة مساعدات اللاجئين السوريين كل ستة أشهر والآن نذكركم بأبرز عنوين النشرة كان في النشرة بدء زمن الصوم عن الانتخاب والجلسة تنتج رئيسا من رماد لازم يصير في تعديل في النصوص الدستورية قبيلة ذكرى الحريري صيدة كيف اسأل روحك كنا عم نجاوب على هذا السؤال بناية جملات التي اختفت ليست أثرية بقى سبع سنة عمرهم هولا المقاومة الفلسطينية بطعم الزول السوداني بهذا نأتي إذن إلى ختام نشرتنا شكرا للمتابعة موعدنا الإخباري في موجز لأهم الأخبار ضمن الحدث عند العشرة والنصف إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة